تحياتي يا أصدقائي منتخب سوريا يتعدل مع منتخب ماليزيا بهدفين لهدفين في الودية الثانية التحضيرية قبل بوطولة كأس آسيا ومباراة من مقبلة مع منتخب أوزباكستان منتخب متعدل بالبروفة الأخيرة بهدفين لهدفين تفاصيل اللقاء بهيدا الفيديو صديقي بداية يعني إذا ما لك نشترك بالقناة تنزيل الاشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد طبعا واللي بحب يعلق يعلق ويحب يبدي رأيه يبدي رأيه واللايكات والديسلايك يعني أنت حر لكن بالنهاية دائما خلونا نتفاعل ونوصل ليك إلى صورة سليمة قبلة يعني بدأ بطولة كأس آسيا يوم السبت القادم أول مباراة وفتاح منتخب سوريا أولى مباراة مع أوزباكستان بطولة كأس آسيا بداية يعني منذ قليل انتهت مباراة ماليزيا بالتعادل بهدفين لهدفين بدأ منتخب طبعا من ماليزيا فتح تسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب هانيبي وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ماليزيا بهدف المقابل في الشوط الثاني استطاع منتخبنا أن يدرك التعادل عن طريق بابلو صباغ في الدقيقة الحادية والسبعين أو السبعين يعني السبعين حسب الاتحاد الماليزي حسب صفحة رسمية اتحاد الكرة 71 يعني على دقيقة ما بتفرق وثم أضاف ابراهيم هيسار هدفا ثانيا لمنتخب سوريا في الدقيقة الرابعة والسبعين قبل أن نتمكن اللاعب الماليزي خاصة من إدراك التعادل لمنتخب ماليزيا في الدقيقة الثامنة وسبعين نتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين بهدفين لا أحد أشعر في المباراة لأنه طبعا المباراة لم تكن منقولة تلفزيونيا ويعني شفنا على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حدا من الجمهور برا الملعب عم يصور طبعا لوحة النتيجة داخل الملعب وشوف الجمهور السوري شو عاشق يعني شو كيف لاحق فريقه وكيف لاحق منتخبه عم تشوف أنا هلأ صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك يعني الناس لحظة بلحظة وشي عم تحضر مباراة سوريا وماليزيا القديمة يعني والله يفرج منتخب سوريا عشق لا ينتهي بنسبة للجميع بصراحة ونيال منتخب على هيك جمهور يعني أنا لو إني لاعب يعني مباراة ممكن يعني إحرق الدنيا بسكر مال فرحة وبسمة لهذا الجمهور السوري المتعطش لأنه يشوف منتخبه يربح لأسف ما ربحنا اليوم مع منتخب ماليزيا طبعا مباراة منتخب مفروض أنه نحنا أفضل من منتخب ماليزيا لكن هي مباراة تحضيرية نتيجة نحنا بنسبة إلنا ما بتهم بقدر ما بتهم من الناحية المعنوية أنك تفوت على بطولتك أساسية وأنت ربحان فهذا الشي يعني معنويا على صعيد اللاعبين بيكون جيد على صعيد الكادر الفني بيكون جيد بس الأجواء بشكل عام أنه أنت ربحان مباراة وفايت على بطولتك أساسية شوي يميح على الجميع يعني جمهور ولاعبين ومنتخبين وإعلام والكل مجريات اللقاء يعني ما حضرنا مباراة ما عرفنا التشكيلي هلا يمكن بعد شوي تشوفوا على الوسائل التواصل حدا مسرر بالصورة أو شيء أو كذا نحن ما شفنا التشكيلي لكن شفتوا حتى اتحاد الكرة ما نزل صور لكن شفتوا بعض الصور على صفحة الاتحاد الماليزي على انستجرام شفت صور لأسود لطبعا بابلو لمدافعنا أوسو يعني شفت لك بعض الصور لكن يعني ما بتعطيك ما بتوحيلك تشكيلي كاملة الشيء السلبي أنه نحن دائما عم نتلقى أهداف ايه لا اعتراض على حكمك يا رب يعني تلقينا أول هدف من المنتخب الماليزي لشوف أول الإيجابي أنه أدركنا التعادل بالدقيقة سبعين والإيجابي الأكتر أنه بابلو صباخ الهدف الأول لأله مع منتخب سوريا اللو ألف مبروك للابيو صبار هذا الهدف وإن شاء الله يكون فاتحة خير في المواجهات القادمة في بطولة كأس آسيا وإن شاء الله تكون هذا الهدف يعطيك يعني على الصعيد المعنوي والصعيد الذهني ويعني تكون هيك جاهز لبطولة كأس آسيا نحن كنا عم نسمع عن أخبار أنه اللاعب ما نجاهز اللاعب ما نلعبان اللاعب منقطع على المباريات ممكن فيه إصابة كان لكن يعني تسجيله الهدف هذا الشي بيعطيه انطباعة جيد إبراهيم هيسار وهو يعني هيا عم يسجل هدفه التاني تواليا والتاني بتاريخه مع منتخب سوريا بعد أن نسجل في المبارات السابقة مع قرغزستان سجل هدف التقدم من المنتخب سوريا بالضيئة 74 إذا المنتخبنا السبعين أربعة وسبعين فكلنا جول بضيئة 78 من اللاعب خاصة يعني أنت أنا ما عم محضر المبارات بس عم بتخيل هيك السيناريو يعني أنت دائما نحن للأسف ما عم نقدر نحافظ على الهدف أو ما قدرنا نحافظ على الهدف في نهاية المبارات هلأ بالنهاية هي مبارات تجربية صحيح لكن احنا عم بتخيل السيناريوهات أنك تتعادل مع منتخب ماليزيا قبل البطولة يعني ناس بتشوفها شيء إيجابي وناس بتشوفها شيء سلبي وناس ما بتهمها النتيجة لكن إيجابيات أنه بابلو سجل إبراهيم هسار سجل مرة تانية اللاعبين من أصول سورية اللي يجوا على المنتخب سوريا عام يسجلوا وهذا شيء كتير إيجابي ويعني ممكن يخفف الضغوطات عنهم قبل بداية البطولة الآسوية هلأ بنجي على السلبيات تلقي الأهداف يعني إحنا عم نتلقى أهداف بشكل كتير كبير يعني هدفين من منتخب ماليزيا يعني هذا شيء سلبي يعتبر لمنتخب سوريا هذا الشيء يعني أنت نحن لعبنا مع منتخب ماليزيا سابق وانت عدلنا معه ونفس نتيجة يعني هذا الشيء ممنيح كبر منتخب سوريا وماليزيا تعادل 2-2 ترجع تعادل 2-2 وتتلقى هدفين منتخب ماليزيا يعني شوي صعب الأمور دفاعيا منتخب أوزباكستان مانو ماليزيا منتخب أوزباكستان مانو ماليزيا يعني الإيجابيات أنه بابلو سجل إبراهيم سجل شفنا الأسود يعني شفنا عن طريق الصور يعني شفنا شوي هيك شيء مفرح لإلنا لكن السلبيات الحالة الدفاعية لمنتخب سوريا وهي اللي بتخوف لأنه هيكتر كبر نحن بنعرف أنه يعمل على المنظومة الدفاعية بشكل جيد على تنظيم الخطوط على تسكيل المناطق واوا أنه تتلقى هدفين منتخب ماليزيا هاي شغلة سلبية نتمنى أن يتم علاجها قبل مبارات السبت نحن مباراتنا السبت مع أوزباكستان هلا كل شيء من قبه ورانا في أخطاء بهذه المبارات نتيجة يعني تصوراتنا نحن ما نعرف ما شفنا شيء لكن تصوراتنا من خلال النتيجة سجل ماليزيا سجلنا هدفين يعني قبل ربع ساعة لتخلص مبارات بعد أربع دقائق فورا سجل في مرمانة هدف هاي دليل ممكن يعني الحالة الذهنية والحالة البدنية لمنتخب سوريا بتمنى أنه يوصلوا بأفضل صورة لمباراتنا مع أوزباكستان بتمنى أنا يعني أنه هذا الموضوع موضوع التركيز الذهني كوبر يشتغل عليه ما معرف إذا ممكن من هون لأربعة أيام يعني يرقزوا أكتر لعيبة لكن مبارات أوزباكستان كتير مهمة مبارات أوزباكستان كتير مهمة برابو بابلو برابو براهيم هارد لك لدفاعاتنا ما بعرف أنا مين كانوا الحراسة يتلقوا أهداف ما بعرف كيف تم تلقي الأهداف يعني ما بعرف كيف والطول أهداف ما معرف كيف سجلناها لكن يعني عم نستوحي نحنا من نتيجة مبارات الخبر كتير مقتبب على صفحة الاتحاد يعني صحيح أنه الموضوع أنه هني عامين يعني مثل أنه يا أخي مخبايين كل الأمور لكن هاي صفحة الاتحاد الماليزي نزلت نزلت صور نزلت أهداف نزلت وهي مبارات ما كانت نقول يعني ما في مشكلة إذا نزلت لنا كم صورة بس يعني بس حتى نعرف اللعيبة من كان عم بلعب أو ملخصة المبارات يعني من دون ما تعطينا تفاصيل كتير تشكيلة يعني أقل شي يعني نعرف مين اللعب ومين مهم كتير هذا الموضوع قبل مبارات أسباكستان يعني تخيلوا أصدقائي أنه الغموض نحنا بالنسبة لنا جماهير سورية أكثر من الغموض هذا الجماهير الأخرى يعني نحنا حنشوف نتخب لسه ما بنعرفه ما بنعرفه أبدا في أول مبارات مع أوزباكستان يعني جمهور أوزباكستان حيشوف منتخب سوريا اللي ما بيعرفه وجمهور سوريا حيشوف منتخب سوريا اللي ما بيعرفه على كل حال كل توفيق لمنتخبنا بترجع والنتيجة ما بتهمنا بقدر ما بهمنا يوصلوا لمبارات أوزباكستان بكامل الجهوزية الذهنية والبدنية لأنه جد بلاش الجمهور السوري بقطر ناطر هاي الجرينتا وهي الروح تكون موجودة الروح السورية في كأس آسيا تعليقاتكم أصدقائي ورأيكم بنتيجة المبارات كتير مهم وبشوفكم أكيد بفيديوهات قادمة إن شاء الله حضر معكم يوميا يعني كتير مهم هلا أنواكب المنتخب لحظة بلحظة باي باي